عايزة أوريك صورة كده أستأذن زملتنا هالة تحطها دي جوكر وقتها لما الصورة دي نسلت قالوا عايزين نعمل جوكر مصر صح إيه الصورة دي بس أنا جالي مسلسل مع الأستاذ أحمد الجندي في حلقات رمضان إن أنا أعمل شخصية واحد رئيس عصابة مسلسل لطيف كده اتعمل في رمضان كان أحمد فهمي فيه وشباب بتوع مصرح مصرح عبر أحمن توتا الشباب جميلة جدا فأنا ما رحت عشان أعمل كده ضيف شرف فأنا بقول للأستاذ أحمد الجندي هو أنا هعمل الشخصية دي أنا عايزة أعملها كده مختلفة فأنا ما تعملها الجوكر طولي الجوكر فراحوا جابوا لي اللبس ده وجابوا لي المكي وبقتها دي الشخصية وأنا بعملها أنا جالي إحساسي أنها بتحول يعني بيحصل لي حاجة كده أقمص وأنا تقول حاجات غريبة ومثل بطريقة غريبة أنا مش عارف ده جالك مني مش عارف ليه أنا دخلت كده في المدة فلما تزع لقيت السوشيال بتتداول المشهد كتير والصورة دي بتنتشر كتير فدماغي راح عشان كمان كان فيه فيلم الجوكر ده أخد أوسكر كمان كان في المتزامن فروحت أنا قاعد أتفرج على الفيلم ده وبعدين الفيلم ده جريني لكل من عمل الجوكر فلقيتني أنا بقى من الجوكر زيهم أنا موجودة هو يعني كويس فبدأت أفكر في الفيلم فكتبت فيلم أنا ومجموعة وجبت الأستاذ عادي الأديب عرضت عليه الفكرة وافئ وصلنا لشخصية حلوة جدا والفيلم ما زال قيد التنفيذ فاتكتب أن هناك فيلم الجوكر علاء مرسى يعمل أنا بعدينها كلمني صديق لي من الكويت وقال لي أنا هنتج لك الفيلم له لأن أنا شايفك الشخصية دي بعديها حد صديق لي برضو من السعودية قال لي ده بقى بعيد عن إنتاج ده رجل صديقي ده تاجر يعني فقال لي أنا هدخل أنت الوسط بتاعك هناك عشان أعمل لك الشخصية دي أنا حابب الجوكر ده يعني لسه الجوكر ده ممكن نشوفه قريب إن شاء الله في خلال السنة دي أكيد حيبان له حاجة طيب أنا عايزة أرجع أسألك برضو عن التقمص يعني الفنان أصله المصري ده يعني إحنا عندنا بالذات شخصيات متنوعة والممثل زي الصورة دي أنت هنا هتلر أنت متقمص هتلر طبعا بس ده هتلر الكوميدي كان فيه جزء كبير كوميدي لأنه الفيلم كوميدي كوميدي ولكن أنا فيه لحظة هلا عملتها بجد جدا المشكلة عني بقى كانت في الألماني أني لازم أتكلم ألماني أنا هتلر عشان أعمله كده أنا تفرجت على قصة حياته فاكتشفت أن الرجاج اللي حزين طول الوقت أيوة طبعا وعنده مشكلة كبيرة جدا مع النساء وخاصة أن والدته فأنا خدت كل ده شاعدة تقمص تعمل الروح دي تطلع منك أو